عاجل مصر بتنشر تحذير لكل المصريين من 24 ساعة قادمة وفي مفاجأة كبرى اثيوبيا نصحت بريطانيا بعدم الجلاء عن مصر عام 1945 ننشر التفاصيل في الفيديو وعاجل الآن الرئيس السيسي يصدر اوامر للحكومة بشأن استيراب بعض المنتجات من الخارج وبيان عاجل من الحكومة المصرية لجميع المصريين بشأن ما يحدث الآن بننشر برضو التفاصيل في الفيديو والتفاصيل تنشر لأول مرة عن رجل الأعمال المصري المهتم بشراء نادي تشيلسي في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد وجمعة مبركة على حضراتكم وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو عشان تجيلك أهم الأخبار الجديدة أول بأول عاوزين نوصل في هذا الفيديو الأكتر من 2000 أعجبني أو لايك اضغط على زرار أعجبني عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر يعني هو مش خبر هو موضوع ولكن يعني بي بي سي خرجت لينا بحاجة يعني مختلفة ومفاجئة جدا لكل من قرأ أو سمع عن هذا المقال نعرف مع بعض التفاصيل إثيوبيا نصح بريطانيا بعدم الجلاء عن مصر عام 1954 نعرف التفاصيل مع بعض ليه ونصح هيلة سلاسي هيلة سلاسي ده كان إمبراطور في الوقت اللي هو ما بين 1950 ل1960 كان إمبراطور إثيوبيا عمل إيه؟ أخطر أباطرة إثيوبيا البريطانيين بالعودول عن خطة الجلاء عن مصر عام 1954 أعرب عن مخاوفه من التقارب بين البلدين بعد انتهاء الاحتلال البريطاني لمصر حسب وثائق رسمية ووفق الوثائق التي نشرتها بي بي سي فإن سلاسي حذر من أن الانسحاب البريطاني سوف يترك فراغا له وعواقبه مبينة أن تحذيل الإمبراطور الإثيوبي جاء خلال زيارة رسمية للمملكة المتحدة في اكتوبر عام 1954 قبل أيام من توقيع مصر وبريطانيا رسميا مع عرفة تاريخيا باتفاقية الجلاء واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية موقف الإمبراطور يؤكد مخاوفها من صعوبة المساعي المبدولة لتسوية الخلافات الحادة بين إثيوبيا من ناحية السودان ومصر من ناحية أخرى في شأن مياه النيل وأثناء عشر كانوا قاعدين على هامش أحد اللقاءات خلال زيارة سيلاسي للندن دار نقاش بين الضيف الإثيوبي وسير إيفون كيركي باتريك الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية في الوقت الحالي عن سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط وإفريقيا ونقل سير إيفون في تقرير سري تضمن أهم ما جاء في النقاش عن هيلة سيلاسي قوله إن عليه التزاما بأن يقول إنه لا يمكنه أن يوافق على سياستنا تجاه مصر وبرر الإمبراطور موقفه الرافض لجلاء الإنجليز عن مصر وقال إن الحكومة المصرية الحالية بقيادة جمال عبد الناصر في هذا الوقت ليست مستقرة على الإطلاق وحذر من أنه بانسحاب بريطانيا في هذه الظروف سوف يكون هناك فراغ مرعب وقال سير إيفون للنقاش كشف عن حقيقة ما كان في ذهنه وهو احتمال سيطرة المصريين على السودان الوثيقة أشرت إلى أن كلام الإمبراطور الإثيوبي لم تقنع الددلماسي البريطاني الذي حاججه بأنه من المفترض أن تخدم حالة عدم الاستقرار المزعوم في مصر مصلحة إثيوبيا البريطانية الدائم قال إنه رد على هيلا سيلاسي بأنه لو أن النظام المصري غير مستقر كما يعتقد فإن القطر عليه من مصر لم يكون هائلا جدا حسب الدبلوماسي البريطاني فإن الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي ظل على عناده ليرد قائلا إنه ينظر بأكبر قدر من الريبة إلى احتمال وجود قوات مصرية تقترب من حدوده وبناء على موقف الإمبراطور من مصر توقعت الخارجية البريطانية صعوبة كبيرة في تحقيق وافق بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل الخلافات المستعصية بشأن مياه النيل المصدر معنا كان من بي بي سي وار تي واتيلر ريبورت أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر طبعا يعني حضراتكم أول مرة تسمعوا عن هذا الموضوع بي بي سي بتطلع هذا الموضوع على إنه من الوثائق السرية أترك ليكم التعليق على هذا الخبر مصر تنشر تحذيرا لكل المصريين نرجع للأخبار وهذا كان موضوع أو وثائق يعني تم نشرها من قبل شبكة بي بي سي ننتقل مع بعض الأخبار ونرجع تاني ونقول مصر بتنشر تحذير لكل المصريين من 24 ساعة قادمة حذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر منار غانب من أن مصر ستشهد تغيرات كبيرة في درجات الحرارة وأشرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد إلى أن مصر ستشهد بداية من الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى غدا 23 وعد غد الأحد ستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة أوضحت أن مصر ستشهد موجة حارة مدتها يوم واحد ونشاطا مثيرا ورياحا مثيرا للرمال والأتربة وبداية من يوم الاثنين ستنخفض الحرارة بشكل ملحوظ غانب قالت أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ مع دخول ساعات الليل ويكون التقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وتابعت أن اليوم شهد شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكونت في الساعات المتأخرة من الليل وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس ولم تكن مؤثرة على حركة الطرق والمرور المصدر معنا كان من الوطن وهذا كان يعني تحذيرا من الحكومة المصرية أو تحذيرا من الأرصاد المصرية للمواطنين ننتهي مع بعض الخبر آخر معنا وعاجل الآن الرئيس السيسي بيصدر أوامر للحكومة بشأن استيراد بعض المنتجات من الخارج الرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحقيق إنتاج محلي من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل فطورة الاستيراد من الخارج أكد رئيس الوزراء خلال لقاء وزير الزراعة سيد القصير أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة في ظل توجهات الرئيس السيسي وأوضح وزير الزراعة أن استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ترتكز على عدة محاور هي إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها والتوسع في المشروع القومي للبيتلو إلى جانب إجراء التحسين الوراثي وتوفير السلالات المحسنة فضلا عن تطوير مراكز تجميع الألبان وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية أشار الدكتور القصير إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية وتم تحدثها في يناير 22 لافتا إلى أنه في عام 22 ستصل كمية اللحوم المتوقع انتجها محليا إلى 555 ألف طن من مختلف مصادر اللحوم كما تبلغ كمية الألبان المتوقع انتجها محليا نحو 6 ملايين طن وزير الزراعة أشار إلى أنه تم تطوير 179 مركزا لتجميع الألبان حتى الآن وتم توريد وتركيب الأجهزة لعشر مراكز أخرى كما استعرض الوزير جهود التوسع في تصنيع منتجات الألبان واستمرار التحسين الوراثي للسلالات المحلية إلى جانب خطوات تنفيذ المشروع القومي للبيتيلو الذي بلغ عدد المستفيدين منه حاليا نحو 40 ألف مستفيد ويصل عدد الرؤوس الممولة إلى نحو 500 ألف رأس المصدر معانا كم من الوطن وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض القبر آخر وبيان عاجل من الحكومة المصرية لجميع المصريين بشأن ما يحدث الآن في العالم كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصري عن تأثير المواجهة الروسية الأوكرانية على مصر كما كشف عن استعدادات مصر لمواجهة تلك التأثيرات ردا على استفسار من رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حول تأثير الأزمة الأوكرانية على مصر استعرض رئيس الوزراء المصرية الإجراءات التي اتخذتها مصر لتخفيف حدة الأزمة على قطاعات السياحة وأسعار النفط وواردة القمح وقال الوزير مدبولي الحكومة عملت منذ فترة على تنويع مصادر وواردتها من القمح تحسبا لأية أزمات كما أنها نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من القمح بيكفي أربعة أشهر بالإضافة إلى المحصول المحلية الذي سيبدأ توريد واحتبارا من نصف إبريل القادم وتابع من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة أيضا هي تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الضقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها حتى تمر هذه الأزمة العالمية الدكتور مدبولي شدد على ضرورة التعامل بحسن مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجاشعي خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية حتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها المصدر معنا كان من اليوم السابع أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل بننتهي مع بعض الخبر آخر وخبر أثار جدلا واسعا في مصر وهو تفاصيل تنشر لأول مرة عن رجل الأعمال المصري المهتم بشراء نادي تشيلسي الإنجليزي كشفت تقارير صحفية انضمام رجل الأعمال لطفي منصور نجل شقيق ياسيم منصور رئيس شركة قرة القدم في نادي الأهل المصري إلى قائمة المرشحين لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي وأعلن الملياردير الروسي رومان أبروفيتش في بيان الأربعاء نيته بيع نار تشيلسي بعد أيام من الضغوط التي واجهها على خلفية ما تقوم به روسيا في أوكرانيا أشرت صحيفة تليجراف الإنجليزية إلى أن لطفي منصور الرئيس التنفيذي لشركة من كابيتل التابع لمجموعة منصور من المحتمل أن يدخل ضدنا قائمة المرشحين لشراء نادي عاوزي نعرف يعني باختصار من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور يبلغ لطفي منصور من العمر 33 سنة وهو من عشاق تشيلسي ويحمل التذكرة الموسمية لحضور مباريات فريق جنوب لندن وهو ما جعل اسمه متداولا بين المرشحين لشراء تشيلسي يروي لطفي منصور في تصريحات لصحيفة فينالشال تايمز بريطانية قصة ولعه بالاستثمار منذ الطفولة عندما كنت طفلا كنت أذهب للمكتب في الصباح أتذكر أول مرة رأيت فيها شخصا ببيع سيارة كيف تحدث مع السيدة ثم بدأت أغوص في تفاصيل ما كان يقوم به كنت مصحورا بما أرى وعمل الأطفي منصور في مجموعة والدها التجارية حيث يقول عمل تام المبيعات والتصويق وتعلم الأعمال بما يعني امتلاك خبرة كبيرة في إدارة العديد من الملفات بالإضافة إلى ذلك فإنه يؤمن بأن بناء الموظف في شركته هو العنصر الأساسي لنجاحها ويقول الطريقة التي يمكنك بها أن تقوم بخلق قيمة لشركتك تكون عبر موظفيها عليك التعرف على الأشخاص على عدة مستويات والعمل بمصداقية مجموعة المنصور تعد من أكبر المجموعات الاستثمارية يبلغ عدد موظفيها 60 ألف موظف وإراداتها تتجاوز 6 مليارات دولار واشتهرت العائلة بالعمل في تجارة القطن ثم السيارات بالحصول على عقد وكالة جنرال موتورز عائلة منصور تمتلك كذلك امتياز مطعم مكدونيز في مصر وعديد من محال البيع بالتجزئة محمد منصور ولطفي منصور شركة مايك كابيتل التي يدرها تعتبر الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية العريقة التي تمتلك تاريخا تجاريا كبيرا في المجال الاستثماري وتبلغ ثروة عائلة منصورة التي ينتمي إليها لطفي قرابة 5 و 1 من 10 مليار دولارا أمريكي بحسب مجلة فوربس الأمريكية أترك ليكم التعليق على هذا القبر دلوقتي تشلس يعني تحس إن هي مش موجودة أصلا فأترك ليكم التعليق على هذا الخبر وجينا مع بعض لإنهاية نشرة الأخبار البسيطة والخفيفة أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ومتقلتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحيكم وصر ميديا إلي عالفيسبوك وعالي تيوب بنفس الإسم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته